السيدة زينب عليها السلام هي السيدة زينب بنت الامام علي بن ابي طالب عليه السلام والسيدة الزهراء عليها السلام ولدت عليها السلام في المدينة المنورة في الخامس من جماد الاولى في السنة الخامسة للهجرة تزوجت من ابن عمها عبد الله بن جعفر الطيار لها العديد من الالقاب منها عقيلة بني هاشم عابدة آل علي الفاضلة العالمة غير المعلمة عقيلة الطالبيين أم المصائب شريكة الحسين عليه السلام شاركت أخاها الإمام الحسين عليه السلام مصائب كربلاء وكانت اللسانا ناطق لبيان ثورة الإمام الحسين عليه السلام وحفظت العيال والأطفال إلى أن عادوا إلى مدينة جدهم توفيت عليها السلام في الخامس عشر من رجب عام خمسة عشر للهجرة ودفنت في دمشق ولها مقام عظيم يأتيه الناس من كل العالم للزيارة والتبرك